السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درسنا لليوم بعنوان وقع الصناعة في مملكة البحرين للصف الثالث الاعدادي مادة الاجتماعيات نتعرف على أهداف الدرس حيث يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادرا على واحد تحديد عوامل نشأة الصناعات التصديرية في البحرين اثنين المقارنة بين الصناعات التصدير وصناعة إحلال واردات من حيث مميزاتها ومشاكلها ثلاثة إدراك أثر الحوافز التي قدمتها مملكة البحرين لتنمية القطاع الصناعي بداية كما ذكرت في درس النفط والقاز الطبيعي بأن مملكة البحرين تعتمد بشكل أول وأساسي وكبير في اقتصادها على الثروة النفطية ولكن في الآونة الأخيرة اتجهت إلى سياسة تنويع مصادر الدخل أي بمعنى تطوير قطاعات أخرى غير القطاع النفطي فبدأت بالقطاع الصناعي إيمانا منها بأنه هو الركيز الأساسي لتطورها اقتصاديا أثر النفط والقاز الطبيعي وإراداتهما في قيام الصناعات التصديرية كما ذكرتم منذ قليل تعتمد مملكة البحرين بشكل أول على النفط والقاز الطبيعي من كونهما ماذا؟ مصدري لتمويل وإقامة المشروعات الاقتصادية والصناعية وتسهم كذلك في تنويع مصادر الدخل ومصدر رئيسي في توليد الطاقة كما تم ذكر في درس النفط والقاز الطبيعي بأنها تستخدم القاز الطبيعي في ماذا؟ في توليد الطاقة الكهربائية لكن في الآونة الأخيرة قامت بتنويع مصادر دخلها كما ذكرت وطورت القطاع الصناعي من خلال استحداث نوعين من الصناعة أحدهما أطلق عليه الصناعات التصديرية والآخر صناعة إحلال الواردات نتعرف معا على هذه الصناعات أولا الصناعات التصديرية ما المقصود بالصناعات التصديرية؟ هي صناعات تقوم مملكة البحرين بإعدادها بهدف تصديرها إلى الخارج وتشمل هذه الصناعات عدة أمثلة منها أولا صناعة تكرير النفط ثانيا تسييل الغاز الطبيعي ثالثا صناعة الألمنيا رابعا صناعة البتروكيمويات وأخيرا الصناعات الهندسية أي بمعنى بناء الصفن وإصلاحها تتميز هذه الصناعات التصديرية بعدة مميزات لنستعرض بعض هذه المميزات للصناعة التصديرية أولا تتميز بأنها ماذا ضخمة فيما يخص رؤوس أموالها المستثمرة فيها كونها لأنها ستصدر إلى الخارج أيضا تقوم هذه الصناعات بتشغيل أعداد كبيرة من القوة العاملة فيها أيضا تشارك الحكومة في ماذا في ملكيتها كذلك تتميز بوفرة أي كثرة الإنتاج وأخيرا تتميز بأن قالبية منتجاتها من المواد الأولية والوسيطة أما النهائية فهي ضئيلة للقاية على الرقم من كل المميزات التي تم ذكرها إلا أن هذه الصناعات التصديرية ماذا تعاني من عدة مشكلات لنستعرض بعض هذه المشكلات التي تعاني منها الصناعات التصديرية أولا تعاني من المنافس الشديدة من قبل الشركات الموجودة في دول المنطقة والعالم ثانيا البعد عن الأسواق المستهلكة مما يزيد التكليف في الشحن والتأمين كذلك تعاني منتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية خصوصا أسعار النفط كذلك الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها بعض الدول المستقبلة لهذه الصناعات أخيرا تعاني من التكاليف الباهضة للمواد الأولية المستوردة كما ذكرت منذ قليل بأن هذه الصناعات التصديرية تعتمد قالبية منتجاتها من المواد الأولية وبعض هذه المواد ليست موجودة في مملكة البحرين هذا بالنسبة إلى الصناعات التصديرية أما ثانيا صناعة إحلال الواردات ما مقصد بإحلال الواردات هي صناعات خفيفة تقوم المملكة البحرين بتصنيعها محليا وتوفيرها إلى المستهلكين ليستهلكونها بشكل مباشر وذلك بغية التخفيف من استيرادها من الخارج لنستعرض معا أمثلة على هذه الصناعات إحلال الواردات أولا المواد الغذائية كذلك المشروبات الغازية المياه المعدنية تقطير المياه ومواد البناء إضافة إلى الزجاج والخزف أيضا منتجات الأخشاب والورق كذلك الأثاث ولا ننسى النسيج وأخيرا الجلود تتميز صناعة إحلال الواردات بالعديد من المميزات لا استعرض بعض هذه المميزات التي تتميز بها هذه الصناعة تتميز بصقر حجم رؤوس الأموال المستثمرة فيها أيضا قلت القوة العاملة العاملة في هذا القطاع والتي لا تزيد في معظمها عن خمسين عاملا كذلك ملكيتها تكون خاصة أن يملكها أفراد معينين أيضا تتميز بصقر حجم إنتاجها وأخيرا تتميز بأنها ماذا هي السلع معدل الاستهلاك المباشر وعلى الرغم من ما تم ذكره من مميزات إلا أن هذه صناعة إحلال واردات أيضا تعاني من ماذا من مشاكل لنستعرض بعض المشاكل التي تعاني منها صناعة إحلال واردات واحد اعتمادها على الخارج في تأمين المواد الأولية والمعدات الرأسمالية الضرورية لها بحيث أن مملكة البحر لا تمتلك جميع هذه المواد فتضطر بماذا باستيرادها من الخارج لتصنيع هذه المواد ثانيا تتميز بأنها ماذا قل في تنوعها في الأسواق الداخلية في المملكة أيضا عدد كبير من المؤسسات تنتج أنواع متشابهة من نفس الصلعة كذلك وجود تنافس بين منتجاتها في الأسواق الداخلية كذلك المنافسة في الصناعات المستوردة المماثلة والمعنى في ذلك الصلعة الأجنبية تتنافس في جودتها وقيمتها مع الصلعة المحلية كذلك هناك العديد من الحوافز التي قدمتها حكومة البحرين لكي تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي أولا قامت بإنشاء المناطق الصناعية أمثل على هذه المناطق الصناعية الموجودة في المملكة ميناء سلمان شمال سترة منطقة جنوب الحد وفرت جميع مستلزمات البنية التحتية كافة لهذه الصناعات ثانيا أتاحت لأصحاب المشاريع الصناعية فرصة الحصول على قطعة أرض بأجر رمزي لإنشاء مصانعهم عليها أي بمعنى أجر قليل ثالثا أصدرت قوانين لحماية الصناع الوطنية ودعمها من خلال فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة المماثل السلع المنتجة ماذا محليا وفي المقابل أعفت من الرسوم الجمركية للمعدات الرأسمالية والموالي الأولية التي تحتاج إليها صناعتها وكل ذلك لدعم القطاع الصناعي والصناع المحلية في مملكة البحرين كذلك أعطت الأفضلية أي الأولوية للمنتجات المحلية عند تنفيذ مشاريعها أيضا أعفت المصانع من الضرائب المفروضة على الأرباح وأخيرا قدمت القروض للقطاع الصناعي من خلال ماذا تخصيص مؤسسات مصرفية خاصة تدعم القطاع الصناعي في مملكة البحرين لنستعرض معا أبرز المناطق الصناعية في مملكة البحرين من خلال الخريطة المعروضة أمامكم شمال سترة ميناء سلمان جنوب ألبا المعامير المعامير شمال المصفى ودوار سترة حفيرة جنوب الحد ومنطقات عراض سؤال هل شجعت الحوافز التي قدمتها حكومة البحرين زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي ترى؟ نعم لقد شجعت هذه الحوافز التي تم ذكرها في الشريحة السابقة جميع المستثمرين المحليين والأجانب خصوصا في مملكة البحرين على الاستثمار في القطاع الصناعي كون هذه القاونين اتفرضتها الحكومة ماذا على الأجانب سمحت لهم بإنشاء مؤسسات صناعية على أراضي المملكة هذا الأمر ساعد على ماذا؟ على تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وهذا هو الهدف الأسمى الذي يتسعى البحرين الوصول إليه وذلك من خلال تخفيف اعتمادها على النفط كون هذا النفط أو الثروة النفطية التي معتمدت عليه في اقتصادها ثروة مهددة للنظوب وهذا ما تم ذكره في درس النفط والقاز الطبيعي وكما نرى في الرسم البياني الموضح لنا عن ماذا المساهمات؟ مساهمة الصناعات الأساسية الخمس الأولى في الإنتاج الصناعي عام 2010 مثل منتجات النفطية المكررة بلقت تقريبا 22% الفلزات الأساسية بلقت حوالي 20% معادل لافلزية بلقت 10% كيمويات أساسية بلقت تقريبا 9% وأخيرا المشروبات والأغذية بلقت تقريبا 8% إلى 7% كذلك ساعد هذا الأمر إلى ماذا؟ توفير فرص عمل للمواطنين وهذا الأمر سيساعد في ماذا؟ في تدني نسبة البطالة في المجتمع البحريني كما ذكرنا في ماذا؟ في درس الخصائص السكانية أما الآن فنأتي إلى نشاطنا التقييمي لمدة خمس دقائق قارن بين الصناعات التصديرية وصناعة إحلال واردات من حيث المميزات والمشاكل في الجدول التالي تتم المقارنة من خلال ماذا؟ مميزات التي تشمل رؤوس الأموال، الأيد العاملة، الملكية، حجم الإنتاج والمنتجات بينما فيما يخص المشكلات فيتم ذكر لا يقل عن ثلاث مشكلات ترجمة نانسي قنقر 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 ثلاثة تشترك الحكومة في ملكيتها أو بعضها تابع لشركات خارجية أربعة وفرة الإنتاج وأخيراً قالبية منتجاتها من المواد الأولية والمواد الوسيطة فيما يخص المشاكل للصناعات التصديرية فتعاني من المنافس الشديدة من قبل الشركات الموجودة في العالم البعد عن الأسواق المستهلكة مما يزيد في تكاليف الشحن والتأمين كذلك تقالبات الأسعار في الأسواق العالمية الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها بعض الدول المستقبلة وأخيراً التكاليف الباهظة للمواد الأولية المستوردة هذا فيما يخص الصناعات التصديرية أما بالنسبة إلى مميزات صناعة إحلال واردات فتتميز به صقر حجم رؤوس الأموال المستثمرة فيها كذلك قلت القوة العاملة والتي لا تزيد في معظمها على خمسين عاملاً أيضاً ملكيتها الخاصة أي ملكيتها للأفراد كذلك صقر حجم إنتاجها وأخيراً هي سلع معدة للاستهلاق المباشر نأتي الآن إلى مشاكل التي تعاني منها صناعة إحلال واردات أولاً اعتمادها على الخارج في تأمين المواد الأولية والمعدات الضرورية لها كذلك قلت تنوعها في الأسواق الداخلية أيضاً عدد كبير من المؤسسات تنتج أنواع متشابهة من السلع إضافة إلى ماذا التنافس بين منتجاتها في الأسواق الداخلية وكذلك تعاني من ماذا منافسة الصناعات المستوردة المماثلة لننتقل الآن إلى نشاطنا التقييمي الثاني السؤال على خارجة البحرين حدد المواقع التالية هذه هي خارجة البحرين بشكل عام المطلوب تحديد المواقع التالية أول موقع هو المنطقة الصناعية في ميناء سلمان أين تقع؟ ممتاز ثانياً المنطقة الصناعية في جزيرة سترة أين تقع؟ أحسنتم ثالثاً المنطقة الصناعية في جنوب الحد أين تقع يا ترى؟ أحسنتم رابعاً المنطقة الصناعية في عراض أين تقع يا ترى؟ ممتاز شكراً لحسن متابعتكم عزائي الطلبة نلتقي إن شاء الله في درسنا القادم شكراً لحسن متابعتكم عزائي الطلبة شكراً لحسن متابعتكم عزائي الطلبة